اشتركوا في القناة شكرا يا أحمد يعني معلش الاخت سألت سؤالنا مهم لا أنساه طيب أنا مسجل وبي مره عليه قالت لماذا ثارت الشعوب ثارت الشعوب لأن الحكام الظلمة كانوا ينظرون إلى هذه الشعوب لا مؤاخذة وفق المثل الدارج جوع كلبك يأكلك يتبعك فنسوا أن هذه الشعوب ليست كلابا وأنما هي أسود وليست جرذانا طبعا نحن نتكلم على مستوى أعلى أعلى من مستوى القذافي إنما هي أسود وصفها المتنبي بقوله فما ينفع الأسد الحياء من الطواء ولا تتقى حتى تكون ضواريا فجوعوهم فأكرتهم هذه الأسود بينما كانوا يتوقعوا أن تتبعهم إلى الأبد الظلم والبطش والاستبداد والاستحواذ على الأرض والعرض والمال وإدخال الناس بالسجون بدون محاكمات واعتقالهم وقتلهم وتشريدهم وطردهم وكل هذا الفساد والإفساد الذي هو من منهج فرعون لا بد وأن يغرق الطاغية كما غرق فرعون أنا كذا أمثل وجهات نظر مختلفة فما نبقى لك نهي نهي على أني هندي دكتور منكم خرج شخص راح لليبيا ويقول معمر القذافي ولي أمر المسلمين ويخطب في الناس ويقول اقتلهم وذبحهم الخارجين الخوارج وعندنا من يقول بأن معمر القذافي كافر وحكمك كفر يا ناس وازنوننا بس عشان نفهم الآن ترى معهم حق الناس يسألون أنتم وين رايحين شوف يا أخي آن الأوان بأن نكون من الوضوح بدرجة نسأل عنها يوم القيامة في مثل هذا الأمور المدارس التي هيأها كل حاكم له إنما هيأها لتخدم وجهة نظره فإذا خرج أحد عن النص تم التعامل معه بما هو مناسب من سجن وفصل إلى آخره طيح هناك أناس أبعدوا في كل بلد عربي وإسلامي وهناك ناس فصلوا وهناك ناس سجنوا وناس قتلوا أيضا طيح لا لشيء إلا لأنهم خرجوا على النص قد يكون استخدموا أسلوب أيضا قد يكون بعضهم لجأ إلى أسلوب فعلا يعني مثير أو كذا ومضار هذا شيء آخر لكن من حيث المبدأ تقصد التفجيريين ومن في حكمهم طبعا نقصد كل هذه الأطياف طيح الاحتقان دائما ودي للانفجار المدارس الدينية بما فيها مدرستنا الدينية المحلية أنا ما ألوم هذا المسكين اللي راح القذافي وقال إنك ولي أمر ليش ما تلوم لأنه يلقن هنا 24 ساعة إن كل حاكم ولي أمر طيب أنت ليش ما أنت تلقن وما رحت يا دكتور وأنا ألقن وما رحت أو ما تلقن أنت أنا ألقن شيء وأقبله وشيء ما قبلته وإذلك فصلت وطردت وفي غيرك شرفاء وفي غيرك فصل وطرد ما يفصل أنا أقول هذا ليش ما نلومه تقول المدرسة هي السبب أنا ألوم المدرسة يا أخي أترك هذا كله طيب أكبر شيء في المدرسة الدينية عندنا هم هيئة كبار وعلمة ليس كذلك بلى سماحة الشيخ صالح الحيدان عشرات السنين وهو يتزعم بيانات ضدنا في أي حراك إصلاحي ويضربوننا بصوت عدم جواز النصيحة العلنية وإذا به هنا في قناتكم يخرج عن النص ويقول شيئا قد لا يتفق معه علي إذن هالسنوات اللي راح ذي كلها خطأ بل في داخل البرنامج نفسه حينما اتصل المتصل ليشتكي من قضية السجناء التي قضيتنا كلنا صلى الله عليه وسلم نفرج عنهم وإذا به ينسى ما كان يدعو إليه قبل دقائق ويستدني بعض العبارات البالية التي كان يصوتنا فيها حينما كان على رأس العمل ويقول هذا لا يقل من تقدير الشيخ لكن إذا كانت هذه المدرسة تناقض نفسها بنفسها أترك هذا شيء آخر قضية ولي الأمر وقضية البيعة وقضية هذه المصطلحات الشرعية طيب لكن ولي الأمر لم يوجد هذا المصطلح إلا في الخلافة الأموية طيب لكن ولي الأمر لم يوجد هذا المصطلح إلا في الخلافة الأموية ما وجد نص يقول ولي الأمر في نص يقول وأولي الأمر منكم يتحدث المدرسة دائما السلفية هنا عن حقوق ولي الأمر ولا تتحدث عن واجبات ولي الأمر بينما يقول قرطبي أن علي رضي الله عنه يقول على كل حاكم أن يحكم بالعدل على كل أمير أن يحكم بالعدل ويؤدي الأمانة فإذا فعل ذلك اسمحوا فإذا فعل ذلك وجب له حق النصرة والطاعة وبالمعروف لأن الله قد قدم آية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بالنسل عكم بالعدل نعماظكم به على قوله تعالى واطعوا الله واطعوا رسوله و أمر منكم ما درستنا ما يتقول تأخذوا الآية الأخيرة و تتركوا طيب ما ذنب هذا ما درستنا ما يتقول تأخذوا الآية الأخيرة و تتركوا طيب ما ذهب إلى القذافي دكتور جالس يتحدث من ناس هذا مثل عشرات الخطبة اللي عندنا و عشرات المفكرين الذين هم فعلا يعني برمجوا أو ترجموا الخوف الذي ينتابهم إحيانا من أن يقوله كلمة حق ترجموا بأن لاذوا إلى هذا الملجأ طبعا في حديث هو أكثر شهرة يعني مشكلة المدرسة عندنا إنها تبرز الأدلة التي تحافظ على حقوق قليل الأمر و تنسى الواجبات في حديث الذي يعتمد عليه في النصح سرا ألا يعني تبدأ له علانية هذا الحديث صحه الألباني و صحه الحاكم كما هو معلوم أما الألباني فمعلوم عن طلبة العلم أنه لا ينظر إلى العلالة الخفية وأما الحاكم فمعلوم أنه متساهل بالتصحيح و يقولون أنه لابد من دعمه بإيش أنه إذا لم يكن هناك دعم علمي لتصحيح الحاكم في مستدركه فلا يعتمد عليه طيب إيش اللي خلل آيات المحكمات و النصوص المحكمات اللي عندنا تترك ثم يذهب إلى ذلك أنا لا أقلل من حقه لي لكن أقول لماذا لماذا هذا التطفيف في المكياء طيب هذا موجود طيب ماذا تقول عن فتاوى علماء اليمن بأن هذه هي أنا أجيها الآن ماذا تقول لماذا هو حول الآن بشار الأسد و يبيح لبشار الأسد أن يقتص سأسمع إجابتك بعد الفاصل إذا سمحت لي فاصل ثم نعود لمواصلة حديثنا يبقوا معنا أيها الأخوة مرحبا بكم أيها الأخوة و الأخوات لمواصلة حديثنا في هذه الحلقة علماء اليمن أفتوا و علماء سوريا الآن يفتون و يتحدثون بل إن أحدهم يقول بأن أنه يرى من مات من السلطة سواء حافظ الأسد و أحد أبنائه في الجنة و اشتخل هذول في المنازل علماء السعودية تحديدا دورهم مركزي في كل هذه الأراء شاءوا أم أبوا لهم أثر كبا و أنا قلت قبل الفاصل أن هناك أدلة يعني صراحة أنا أستغرب أستغرب كيف يغضى البصر عن هذه الأدلة و يستدل بأدلة ضعيفة أنا فقط أذكر نبذة منها سريعة جدا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه يهودي و هو في مجلسه و قال إنكم يا آل عبد المطلب قوم مطلب لأنه كان قد استلف النبي عليه وسلم مبلغا و لا مرد فكاد عمر رب الخطار رب الله عنه أن يفتك به فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر رب الخطاب كنا أحوج منك إلى غير هذا يا عمر أن تأمره بحسن الطلب وتأمرني بحسن الأداء هذه واحدة ثانيا عبادة بن الصامة رضي الله عنه حينما كان في الشام و كان ينكر على معاوية رضي الله عنه و كان ينكر على معاوية رضي الله عنه و كان معاوية تسير دماء الملكية في جسده و كان معاوية تسير دماء الملكية في جسده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة فكان لا يريد أن يؤلب عليه فكتب إلى عثمان رضي الله عنه يقول إن عبادة بن الصامة أفسد علي الشام وأهله فلما وفد عبادة بن الصامة إلى عثمان رضي الله عنه قرأ عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم و كان عثمان رضي الله عنه وقافا عند الشرع دليل آخر الصحابة رضي الله عنهم حينما جادلوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه في حرب الردة ما كان سرا إنما كان علانيا جماع ذلك هل قرأت يوما في التاريخ أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم و طلب منه كلمة راس على جم هل سمعت أن هناك في حجرات النبي صلى الله عليه وسلم مختصر هل ألا نقرأ القرآن الكريم الذي فيه توجيه و قد أقول تأديب و تصحيح لمواقف نبوية حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم كلمة كلمة حقا عند سلطان جائر و كلمة حقا عند سلطان جائر هل كلمة الحق ذي همس ولا بالتلفون ثم بعدين منطقيا دكتور شعوب حكام يملكون شعوب بالملايين هل معقول أن كل إنسان بروح يذهب إلى جلالة الملك أو إلى خامة الرئيس و يجلس معه و كذا و أنت تعلم أن الناس لا تستطيع أن تصل إلى الملك إلا بشقة الأنفس و إذا حصل لقاء هناك و قال له عجل عجل وراء ناس فهذه الأمور يجب أن تنزل بالمنازل الطبيعي كبار العلماء و المدرسة الفقهية فيها طيبة لكن فيها ضحالة سياسية لما حصلت حرب التحرير الجزائرية ما بين عام 54 إلى 62 سبع سنوات المشهورة بمليون و نص شهيد و قيل مليون شهيد رحمهم الله و تقبلهم الله لما حصلت و انتهت بانتصار الجزائريين كانت الجزائر تريد أن يرأى حد يرعى مصالحها فكان الطرح الذي عندنا و عند مدارسنا و عند شبابنا أن ننابذهم فكان أن جاءت بفرنسا بعملائها في تونس و في الجزائر لكي يقوموا بالدور المرزخي حتى في مركة مصالحها دعونا ننتقل لليمن و سوريا هل تعتقد أن هذه الكتاوة التي صدرت ممكن تهيأ للتدخل الأجنب اليمن فتاة أول شيء فتاة اليمن أنا تحدثت عنها في قناة سابقة هذه ليست فتاة علماء إذن؟ هذه مجموعة الشيخ مقبل الوادعي أنا أسمي بالإسم مجموعة سلفية فيها من السداجة السياسية أسوأ ما يكون في أي جماعة إسلامية و نقولها على و مباشرة لماذا؟ الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله كان في السعودية ثم تكلم في حديث إن الإمام في قريش فقيل له مع السلامة تبكر على الله فذهب إلى اليمن و بقي هناك و يؤكد على هذا الحديث فمرض رحمه الله و أراد العلاج في السعودية فتراجع عن أن الإمام في قريش و جاء للسعودية حياه الله السعودية أم الجميع تحتوي الكل مواقف كهذه طيب ماذا نتكلم عن علماء موجودين دعني أكمل الآن مواقف كهذه هنا سراً علانية لا أحد يلتزم سر ولا أحد يلتزم علانية و على الأقل تقدير يمتلك الباب مفتوح لكل مجدهد و هناك أيضاً إذا مرض العالم جتنا مصيبة و غير راية إذا سلم ما جاءنا الأمر كذا هذا غش طيب هذا يا دكتور ينطلقون بعضهم أنا ما أقولها أنا أكمل أنا ما أقول لك ينطلقون من حفظ دماء المسلمين فمثلاً في سوريا هكذا يقال هذه الثورة أراقة دماء فينبغي وقوفها هكذا ينطلقون أنا ما أبرر لهم ألم يقل علماء عندنا هنا و في قنواتكم هنا لبعض الرؤساء العرب ارحلوا بلى قالوا وهذه الأسباب لو ودد في مكان آخر ما قال ارحلوا لقال للشعب أنتم خوارج امتناها لو ودد في مكان آخر وأرحلوا لبي في رقود ليسogوم بالخوضار في رقود ولد في الدكالي ترجمة نانسي قنقر